إدانة جديدة قد تلحق بالنظام الإيراني مع اقتراب موعد محاكمة أسد الله الأسدي وجماعته المتورطين في محاولة تفجير تجمع المعارضة الإيرانية في باريس والضرع في اغتيال مريم رجوي رئيسة المقاومة الإيرانية في الخارج يأتي ذلك مع تكشف نشاطات نظام الملال الإرهابية التي يقودها عبر الصفارات والمقارات الدفرماسية في أوروبا التسريبات الأمنية في بلجيكا المقربة من الملف تثبت أن العملية التي كان يخطط لها الدبلوماسي الإيراني ليست منعزلة وجاءت تنفيذا لتعليمات أمنية من الحكومة والمخابرات الإيرانية وهي تدين طهران مباشرة باستخدامها لمصالح دبلوماسية من أجل تصفية المعارضين في أوروبا وهذا يتنافى مع طبيعة العمل الدبلوماسي الخلية التي تضم أربع أشخاص بينهم زوجان إيرانيين يسكنان في مدينة أونفرس البلجيكية ستحاكم بدءا من يوم الجمعة المقبل بعد الانتهاء من التحقيقات ومن المحتمل إدانة تلك المجموعة ومعها الدبلوماسي الإيراني المسؤول الأول عن الخلية التي اكتشفها الأمن الأوروبي قبل أن تصفر عن حدوث كارثة في تجمع ضخم في حالة ما إذا أدانت المحكمة الدبلوماسي الإيراني ستكون سابقة خطيرة في الدبلوماسية المعاصرة وتكون لها نتائج سلبية لا تحصى ولا تعد على نظام الملالي في طهران لخضر فرات لقناة الإخبارية من أمام المحكمة بريكسل ترجمة نانسي قنقر